نرينا نروح لكابتن سايد عبدالحفيز مهم جدا نسمع كلام كابتن سايد اللي قاله بعد مباراة انبي اللي فاز فيها النادي الاهلي 3-1 ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية أنا وصار بجد حامل جديد لكل جمهور لنادي الاهلي معنا طبعا لكابتن سايد عبدالحفيز المدير الكورة مبروك كابتن سايد طبعا نهاردة فوز مهم جدا من نسبة للموراء أداء كمان مع الغيابات الكتيرة نهاردة في صوف النادي الاهلي لكن التحضير كان كويس رغم ديء الوقت راحة 24 ساعة ثم تدريب ثم مباراة والتناي في الأجواء وشاهف المباراة النهاردة صدق الحمد لله طبعا Brothercoop المجنب اليهاردة جدا 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 بيتلعب برضو مع فرقة يعني عندها قيادة finalmente على مستوى عالي جدا فتلحهم مبارات بالنسبة لنا يعني أنا مش عارف أقول هذه الصراحة يعني ما مش رأتش كده في حياتي في حياتي كلها يعني ان انت تلعب مبارات وبعدين بكرة toujours تخش على معسكر وبعدين تلعب مبارات وبعدين بعد دهركافري وبعدين تخش على معسكر عدد مباراة ممكن تقبله في ثلاثة ممكن تقبله في أربعة على أقصى تقدير لكن تخش على تسع مباراة بالشكل ده لا صعب جدا يعني يعني الحمد لله ما كسب برضو كتير يعني حتى تلك انت بتلعب لعيبة بقالها فترة ما بتلعبش بشكل كبير لعيبة صغيرة زي كوكا نهار ده مقدم مستوى هايل جدا مجموعة من اللعيبة قدت على أعلى مستوى يعني شوط الأول نموذجي شوط الثاني دخلنا في الجيم بضرب الجزاء أنا شايف أنها شبه منتعة محمد شريف بالضبط يعني ممكن محمد شريف أوقع لكن احنا عندنا الشك بالنسبة لنا لا يرتقي لضرب الجزاء لكن الشك علينا هو يقين ثابت يعني فأنا مش عارس أتكلم في حاجة تخص الأمور اللي هي الجدلية ديت لكن الحمد لله مكسب مهم يعني كابتسايد ممكن النهار ده كانت متواجد في المدرجات أنا عارف أن كابتسايد على طول بعد المباراة بينزل على طول يبسالي مع الحكام إيه الحوار اللي ضر هل فعلا بالتأكيدة كابتسايد أو حصل فعلا مشدة أو حاجة زي كلا شالف وأدور جدا بمنتهى الهدوء جدا والبساطة والسلاسة جدا يعني هي مش أسئلة ولا استفسارات هي يعني زنون يعني إن صحي تعبير هي زنون على المسؤول أنه هو يطلع يوجهها لنا أو يصحح لنا الموضوع بتسألها وأنت أو عايز تستفسر منها وأنت راجل موجود في المنظومة يعني أنا بلعب كل ثلاثة أيام كل الأول مرة في التاريخ العالم كله بتلعب كل ثلاثة أيام ماشي ضغطنا وبتلعبنا هنا وهنا 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 كل زي ما قلت شرحته كل ثمانية واربين ساعة ماشي خلاص ما فيش مشكلة يعني أنت مصمم على الموضوع دوت ماشي ما فيش مشكلة لكن السؤال اللي بيطرح نفسه اللي مالوش إجابة بالنسبة لي خالص يعني يعني أنا هلعب بكرة أو بعد بكرة أو بعد بعد يوم التلات مع المصري وبعد كده هطلع أو هارجع للجونة وبعد كده بعد الجونة على طول هخش على الدور الثاني يعني هخش على المحلة في المحلة وبعدين أطلع على الاتحاد بقوة الاتحاد ده في اسكندرية يعني أجي من المحلة ساعة ثلاثة الصبح عشان أعمل ريكافري وبعد كده أطلع على اسكندرية وارجع على ربعة الصبح وبعدين أخش على الزمالك وبعدين أبقى هلعب في أفريقيا ماشي ما فيش مشكلة يعني أنت عايز تخلص الجدول يعني إحنا اللي هندفع التمن دول في فاتورة ديت ماشي ترتيب الجدول أنت لعب في لئي يعني أنا مثلا في الترتيب هلعب الجونة ده آخر مباراة في الدور الأول لا لسه فين أسوان في الدور الأول بالنسبة لنا فين يعني أنت بدأتين الدور الثاني بدأتين الدور الثاني من غير مخلص مباراة الدور الأول أصلا يعني يعني من غير مخلص مباراة أسوان فين طب هبدأ المحلة أو الاتحاد تب فين المقصة هو المشتسبوها الأول بالنسبة للمقصة لا يعني هل هي حادثة مقصودة هل هي بالنسبة لنا حاجة احنا مش فاهمينها هل هي مرتبطة بالمواصلات ولا الصفر مش فاهم يعني المقصة بتلعب في القاهرة فمن باب اولى وانت عارف كويس ان البطولة الافريقية يعني حط الموعيد من زمان هلعب 14 و 21 فمن باب اولى كمساعدة للفرق اللي موجودة في افريقيا ان انت تحاول مش هتلعب في ضغطة المباريات ولا توقيت المباريات على اساس ان انت عايز تخلص الدورة مقبول منك مافيش مشكلة يعني المساعدة والهداية وصلت لنا تب الترتيب والتغيير في الجدوى يعني لو انا ده انا اصلا ده انا اصلا لو انا المفروض عندي المطشين دول عشان السفر هتقول لي لا طب انت عشان لازم تلعب بس هلعبك المباراتين في القاهرة هتقول لي اسوان ما هي في اسوان لا انا ممكن اتصل باسوان ونتفق مع اسوان زي ما عملت مع المحلة تحد القرى اتصل بي وقالوا لنا خلاص خلوا المحلة يبقى في القاهرة اللي هو الدور الاول والمحلة في الدور الثاني ماشي موافقين يعني فيه امكانية اننا نلعب المقصة واسوان في القاهرة عشان السفر وعشان التعب وعشان الارهاق ليه توديني المحلة اللي ترتبها في الجدول بعد اسوان اللي في الدور الاول اللي مش هلعبه خالص مش عارف هلعبه فين مش عارف هلعبه امتى يعني مش عارف اسوان مش هلعب اسوان ليه والمقصة مش عارف برضو اسوان المقصة مش هلعبها ليه يعني مش عارف يعني هل المقصة عنده حاجة مثلا احنا مش عارفينها مش عارف وبعدنا سافر المحلة ألعب في المحلة وبعدنا أروح ألعب للاتحاد في الاتحاد وبعدنا ألعب الزمالك هنا يعني هل ده تكافؤ فرص اللي أنت كنت بتكلم عليه أو بتقولوه يعني قبل مباراة الدور الأول اللي كانت من عشر تيام ولا أقل من كده ولا كانت يوم كام يوم 18 من 6 تيام يا راجل ده أنا النهار ده كان في الشهر 24 يعني أنا لعبت 18 و 24 يعني خمس تيام ألعب فيهم ثلاث مباراة ألعب مع الزمالك ولعب مع أسموحة ولعب مع أمبي ولما يكون عندي الجدول اللي ربنا صحوحات على كان مطلع عليه وين هم نعمله ويكون ترتيبه في الجدول كده تقوم أنت مغيره يعني تقوم أنت مغيره أنا أنا بدأت أحس أن ربنا صحوحات على يعني حتى في مباراة أفريقيا طلعنا الثاني لسبب ما يعني ما هو أنت الجدول جاي من زمان لو طلعنا الأول بقى تخيل بكل الضغطة اللي إحنا فيها دي ولعبنا زمالك يوم عشرة وكنا المفروض نطير نلعب يوم 14 أو 13 في أفريقيا يعني نطير بره لو أنت طلع الأول يعني أنا هجيب صحة منين يعني أنا هجيب صحة منين السؤال الثاني والمهم اللي برضو محتاج أجوبة وبننتهى الهدوء برضو إحنا أنا واحد في المنظومة مش بعترض أنا بس تفسر أنا بس تفسر يوم 24 و 25 سنة 2019 قعدنا قاعدة في اتحاد الكورة لأن كان كل الأندية بلا استثناء غير خمس ستة أندية كان فضلهم مطشط كلهم خلصوا الدور إحنا كان عندنا فضلنا المقاولين والزمالك وبيتروجيت كان فضلهم المقاولين والحرس كان فضلهم مباراة مع الزمالك ومباراة تانية لم تخلني الزاكرة يعني والجونة كان فضلهم الإنتاج وفضلهم الزمالك والإسماعيلي كان فضلهم مباراة واحدة بس مش فاكر كانت معمين يعني فحضرنا في اتحاد الكورة ده واقع يوم 24 و 25 سنة 2019 ممثل من الأهلي كنت أنا موجود وكان فيه واحد مندوب من بيتروجيت وكان فيه واحد مندوب من المقاولين واحد مندوب من الإسماعيلي واحد مندوب من الجونة عدد من الأندية وكان موجود في اتحاد الكورة كان موجود كابتن أحمد شبير حي يرزق ممكن يسأله على الواقع وكان موجود الحج عامر حسين كان رئيس للنجل المسابعات وكان موجود سسف زاهر وكان موجود كابتن حاسم إمام وكان موجود كابتن عصام عبد المنعم وكان موجود يعني حد تاني وكان موجود المهندس أحمد مجاهد لما اتكلمنا وقلنا يا جماعة مش ممكن أبدا نعط شهرين كلنا مخلصين الدوري كلنا مخلصين مش لسه قدامنا فرصة مخلصين يعني ممكن الزمالك هو اللي يضغط يلعب كل ثلاث مباراة كل ثلاث ايام مباراة عشان بطولة أفراكيا كان كوبرت ساعتها تقريبا يعني هعايز الجامع يوم ستة ولا يوم سبعة ممكن يتأجل يومين بس ولو ضغطت المباراة دي تلاث مباراة أربع مباراة تمام هيخلص الدوري وكله هييروح بيته هيبقى بسوت تمام كان رد ساعتها في سياق الكلام يعني ومهانت صح مجاهد يسأل عن الواقع دي رد علي وقال لي يعني انتو تبقى مريحين وهم يلعبوا كل ثلاث ايام ما انتو لازم برضو تلعبوا فقالتو تبقى أنا خلصت مطشاتي هلعب مع مين يعني قال لي لعب مباراة الكاس كان لدينا مباراة ازمة كنا في مباراة برمز في الكاس لو تفتكرها يعني اقتلوا لعب مباراة الكاس ما فيش مشكلة تمام وبعد كنا كانت القرار يعني الجونة يحب تعيني يحقق من يوم 24-5 من يوم 24-5 لحد يوم 21-7 شهرين عشان يلعب مباراة الزمالي شهرين يلعب مباراة الزمالي انا بسأل المهانت صح مجاهد يعني هل المنطق ده تغير دلوقتي ليه يعني في حاجة جدد في حاجة استجدد يعني في الامور يعني اللي كان مضغوط ساعتها كان المفروض يتضغط كانت زمالك انا المفروض مضغوط هل استجدد طبعا يعني هل في حاجة استجدد سؤال بريء يعني ما فيوش اي حاجة السؤال الثاني موجه للي انا شخصيا يعني انا بسأله لنفسي انا موقوف ليه يعني انا الانذار في الليحة او في عارف الكرة الانذار يعني بيقول لك خد انذار اضطرت خد انذار تاني ودلوقتي بقيت ثلاثة انذارات انا موقوف ليه انا خدت انذار المطش اللي فات قال لك عشان نزل وهو موقوف اصلا يعني كابت الصباحي اداني انذار كابت الصباحي اداني انذار غير قانوني على فكرة انذار غير قانوني يعني انا مش يعني مش عارف هو وقع الغلطة دي ازاي بس انا انذار انا مش موجود في السكورشيت اصلا المطش اللي فات يعني حضرتك لو انا ارتكبت جرم جامد او موقع حاجة تكتبك في تقريرك بس انت شفت ان انا اللي انا قلته يستدعي انذار بس صفات عليك ان انا مش موجود في السكورشيت فاروح تمديني انذار اللي هو غير قانوني طيب انا لو كنت ارتكبت حاجة سؤال لكابت الصباحي قدام ربنا وفي رمضان لو انا ارتكبت حاجة تستدعي الطرد مش حضرتك كنت هتديني طرد على طول مظبوط ولا لا كنت هتديني طرد على طول اللايحة اللي انت بعتهلنا واللي موجودة على الصيد واللي موجودة على الموقع لو اتكرر الموضوع مضعفة العقوبة طيب انت كنت مديني في القاف الأولى انه عشر تلاف تمام التاني اللي انا ماستهلش فيه طرد أصلا ولا خدت طرد أساسا تبع عشرة كمان دي المضعفة طيب انت مديها خمسين لا يعني اعتقد ان الامر لوائحيا يعني مفروض لا يتخذش كده يعني فيه ليحة نمشي على الكل انت بتدي انذار مش قانوني ولما ديت انذار الانذار ده يعني مثلا سؤال برضو سؤال يعني لو لا بي شوية كابتن قسامة نبيه مدرب ندزم ملك محترم جدا وجميل وكل حاجة يعني تمام وانا بعزه طبعا عموستش شخص لانه محترم خد انذار في مبارات الانتاج الحربي مش هيبقى موجود المضعفة الجاي هيبقى موجود طيب هيتخصم منه خمسين ألف جنيه لا طيب سيد خد انذار لا ميبقى موجود المضعفة وخمسين ألف جنيه أسئلة كانت محتاجة لشوية أجوبها يعني زي يقول أوصف سرات أوزنون يعني لكن على أي أن كان يعني يعني خلاص اللي بيحصل بيحصل مش عارف برضو يعني آخرتها يعني انت خلي بالك بس احنا بنزوق تمام لكن احنا في الكرة لعيب الكورو فاهمين كويس قوي انت بتزوق جمد جدا وبطولة الدوري بتتخذ على مراحل بس فيه مخزون يا حبيبي فيه مخزون المخزون ده أول ما هيستنفذ تمام هتلاقي فرقة عبانة يعني فرقة عبانة هتقول لي ما انت عندك اللعيبة اللعيبة دي ممكن تتعور يعني ممكن أخسرها وانت النهار ده لست في الأسبوع أو التلت الأولاني من الدوري التلت الأولاني من الدوري والدوري بيتحسن في لحظة في لحظة يعني مباراة سموحة مباراة سموحة عملنا مباراة كويسة جدا وضيعنا فرص كتير جدا بس فيه تعب سنة فيه يعني فيه تعب